نشرة مفصلة لأخبار البداية مع العنوان العنوان الآن ليس في وضع يمكنه أن يقوم بقصف ناقلة أو مصادرة ناقلة لأنه يعرف أن هناك ودات فعل ستحصل من جهة السيد نصر الله يعلن وصول السفينة الإيرانية الأولى إلى بنياسة سورية لنقل المحروقات إلى لبنان ويؤكد أن معادلة الردع هي التي حمت الباخرة ويقول للأمريكيين مؤامرتكم ستفشل وستخيب مجددا والمعادلة الذهبية التي تحفظ لبنان ستبقى رغم كل المؤامرات الحركة الأسيرة في فلسطين تقرر تصعيد في مواجهة ممارسات المحتل وتعلن إضراب مفتوحا عن الطعام لمئات الأسرى بدءا من الجمعة رويترس عن مسؤول خالجي كبير الانسحاب من أفغانستان مدمر ويثير التساؤلات بشأن جدول اعتماد على الأمريكيين وسياسة واشنطن متأرجحة وإشكالية أهلا بكم الأمين العام لحزب الله أعلن وصول سفينة المشتقات النفطية الأولى إلى بنياسة سورية على أن تتوجه لاحقا إلى لبنان وقال إن معادلة الردع هي التي حمت الباخرة وسمحت بوصولها وشدد في كلمته على سقوط كل رهانات حول هذه السفينة التي ستلحقها سفن أخرى في كل أحوال الإسرائيلي كان في مأزق وأنا أؤكد لكم أن معادلة الردع القائمة في لبنان والتي تم إدخال البواخر التي تحمل مشتقات نفطية إلى الشعب اللبناني ضمن هذه المعادلة لا شك بأن هذه المعادلة هي التي حمت وسمحت بأن تصل الباخرة الأولى وإن شاء الله تصل البواخر الأخرى سالمة غانمة هناك ما نراها على أن الأمريكي سيمنع الأمريكي الآن ليس في وضع يمكنه أن يقوم بقصف ناقلة أو مصادرة ناقلة لأنه يعرف أن هناك ردات فعل ستحصل من جهة ثانيا هو يلجأ عادة إلى أسلوب التهديد والعقوبات وهذا ما فعله مع المسؤولين اللبنانيين منذ اليوم الأول لمعرفة السفارة الأمريكية بجدية هذه الخطوة وبدأت اتصالات بالمسؤولين اللبنانيين وتهديدهم لمنع وصول هذه السفن إلى المنشآت اللبنانية لكن ربما ضارت النافعة هذا دفع الأمريكيين للدخول إلى سباق وإلى منافسة السيد نصر الله أشار إلى أن مادتي المزود والبنزين ستوزعان على كل المناطق اللبنانية ولكل اللبنانيين أن المادة هذه إن شاء الله المشتقات النفطية عندما تدخل إلى لبنان بنفس الوقت بعرض بعضه ستكون لجميع المناطق ولجميع اللبنانيين الغاغبين بمعزل عن أي ملاحظة أو انتماء مناطقي أو طائفي أو سياسي طبعا الخدمة تكون لمن يرغب نحن لن نفرض أنفسنا على أحد ولا نحرج أحدا نحن جاي نخفف معاناة هذا ما بيصير لا بالإحراج ولا بالضغط نصر الله أعلن أن من المفترض البدء بنقل مزود السفينة الأولى إلى البقاع شرق لبنان الخامسة المقبل بعد أن رسدت في بانياسة بسوريا وأنه سيجد توزيع من خزانات في بعلبك إلى بقية المناطق بحمد الله عز وجل وصلت الباخرة الأولى ليلة الأحد عند الساعة الثانية والنصف الإخوان قالوا لي 28 ديئة من أولا تنتين ونصف تقريبا تنتين ونصف وصلت إلى مرفأ بنياس يوم الأحد بدأت بتفريغ الحمولة مفترض اليوم تنتهي من تفريغ الحمولة بطبيعة الحال أيضا نحتاج إلى يوم أو يومين لتحميل الصهاري لنقول علاقة بالليل وبالنهار وبالزمن وبعض الإجراءات الإدارية واللوجستية لنكون مرتاحين وما نضغط حالنا بالوقت نصر الله أشار إلى أن سفينة محروقات ثانية ستصل خلال أيام إلى مرفأ بنياس سوري وضف أن هناك سفينتين ثالثة ورابعة يجري الإعداد لهما الباخرة التي وصلت هذه باخرة تحمل مادة المزوت الباخرة الثانية إن شاء الله خلال أيام قليلة أم الأخوان قالوا لي خمسة أيام ست أيام أنا أريد أحطاق أريد أحمل دمتي خمسة أيام وست أيام ما نعرف شو بيصير الظروف لكن خلال أيام قليلة أيضا ستصل الباخرة الثانية إلى مرفأ بنياس وهي تحمل مادة المزوت الباخرة الثالثة التي تحدثت سابقا أنه اتفقنا على تحضيرها أنجز كل المقدمات الإدارية تم استئجار الباخرة واليوم بالضبط بالتحديد بدأت بتحميل مادة البنزين يعني الباخرة الثالثة ستأتي إن شاء الله بكميات بنزين وأيضا اتفقنا على التحضير لباخرة رابعة السيد نصر الله شار إلى أن الصبر بعد مجزرة أيلول عام 1993 كانت نتيجته عام 1997 حين امتزجت دمو شهداء الجيش والمقاومة ضد العدو الإسرائيلي وأضف أن هذه الدماء شكلت المعادلة الذهبية في لبنان الجيش الشعب والمقاومة بعد سنوات قليلة بـ 12 أيلول 13 أيلول 1997 امتزج دماؤ شهداء المقاومة وشهداء الجيش دماؤ شهداء المقاومة ودماؤ شهداء الجيش اللبناني في الجنوب في منطقة تقليم التفاح بين الجبل الرفيع وبين عرب صنيم في المواجهة التي حصلت مع العدو الإسرائيلي هذا الدم شو كان نتيجته كان نتيجته أفرز المعادلة الذهبية من جملة المساهمات الحقيقية التي أفرزت المعادلة الذهبية جيش شعب مقاومة هي هذه الدماء دماء المقاومين ودماء الضباط والجنود في الجيش اللبناني السيد نصر الله توجه للأمريكيين بالقول أن كل مؤامراتهم ستفشل وستخيب مجددا وضفنا المعادلة الذهبية التي تحفظ لبنان ستبقى رغم كل المؤامرات أريد أن أقول للأمريكيين وغير الأمريكيين كما خابت كل رهاناتكم وفشلت كل سياساتكم وتكسرت كل مؤامراتكم بهذا النقطة بالضبط أيضا ستفشلون وستخيبون وستبقى المعادلة الذهبية التي تحفظ لبنان في أمنه الداخلي وفي حدوده وفي مواجهة الأدوان وتثبت معادلات ودع وتحمي كل ما له صلة بهذا البلد وبهذا الوطن هي معادلة الجيش والشعب والمقاومة ولن تروا تلك المؤامرات إلا في أحلامكم الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله شاد بعملية نفق الحرية مؤكدا أنها مفخرة لكل إنسان شريف وتحمل رسالة ودلالة مهمة وقال إن اعتقال الأسرى الأربعة لا يقلل من نجاح عملية نفق الحرية فيما يتعلق بعملية نفق الحرية التي قام بها أبطال ومقاومون فلسطينيون ست شباب من الشجعان من الرجال حق الرجال قاموا بهذه العملية هذه العملية لها دلالات كبيرة ومهمة جدا أنا فقط أحببت أن أنوه بهذا الأمر هي تعبر عن مستوى شجاعة هؤلاء الأبطال وعزمهم وإبداعهم حتى الآن كل الناس كانت محترة كيف فتحوا كيف حفروا كيف مشوا كيف ظهروا كيف لا أحد أحس عليهم العملية لا شك فيها الكثير من الإبداع فيها الكثير من الإقدام فيها الكثير من العمل الجاد اعتقال أربعة من هؤلاء المجاهدين الرجال الشجعان لا يقلل من دلالات العملية ونجاح العملية في بدايتها اليوم الأسيران المحرران أو اللذان ما زالا في حالة الحرية مسئولية الحفاظ عليهم هي مسئولية الشعب الفلسطيني كله الموجود داخل فلسطين والمكان بـ 48 أو بالضفة وقد اهتم الإعلام الإسرائيلي بكلمة السيد حسن نصر الله موقع يدعوت أحرانوت نشر مقتطفات من خطاب السيد نصر الله حول سفن المحروقات الإيرانية ووصول أولى السفن إلى مرفأ بنياس السوري لم تترك واشنطن وسيلة لحصار لبنان وسوريا إلا ولجأت إليها في محاولة لإركاع البلدين وتدمير المقاومة وبيئتها لكنها فجأة تبدأ بتخفيف العقوبات وتتراجع وتتخلى عن استبعاد حزب الله عن الحكومة اللبنانية في أسباب تقف وراء تغيير موقف الإدارة الأمريكية وما علاقتها بانكفاء الولايات المتحدة من المنطقة بعد إتمام انسحابها من أفغانستان وتأكيدها لسحب قواتها من العراق مع نهاية العام لا تقدم الإدارة الأمريكية هدايا أو جوائز لأعدائها أو خصومها لا في محيطها الأمريكي الحيوي ولا في الجغرافيا الاستراتيجية حيث تدعي وجود مصالح وفوائد لم يشهد التاريخ الأمريكي إلا على انتزاع الحقوق منها عنوة بالحرب طارة وبالتفاوض المرير طارة أخرى آخر الأدلة الانسحاب الإجباري من أفغانستان يتبعه بالتدريج خروج متتابع وبطيء من الشرق الأوسط وتراجع عن سياسة الحصار والعقوبات على سوريا ولبنان عبر السماح باستجرار النفط الإيراني ثم الغاز من مصر والأردن عبر سوريا كما لو أن قانون قيصر الحديدي بدأ يتفكك واشنطن التي عملت بقوة على خنق لبنان وسوريا تراقب من دون تدخل النفط الإيرانية يعبر إلى لبنان لقرار من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وتعاون إيراني سوري ما خل جعجعة لبعض حلفائها لا تحرك شعرة في رأس من قرر مواجهة التجويع والقتل البطيء فهل تبدلت السياسة الأمريكية فجأة من العمل على تجفيف المصادر الحيوية للمقاومة واللبنانيين عموما وشيطنة حزب الله واستبعاده من أي حكومة لبنانية وردخط للأمر الواقع بالطبع لا فواشنطن تنتهج سياسة براغماتية وتزين أفعالها بميزان دقيق وهي حين تتراجع تضع في حساباتها مقادير الربح والخسارة سنوات طويلة من الحرب المباشرة وغير المباشرة عبر حلفائها في لبنان والمنطقة عجزت عن إركاع لبنان وسوريا فيما تنامت المقاومة وتوسعت أمريكا باتت في طريق مسدودا بحسب تحليلات استراتيجيين في السياسة الأمريكية في أوروبا وأمريكا ومن الطبيعي أن تتخلى عن آليات فاشلة استعدادا ربما لجولة جديدة من الصراع ينتظر أن تتضح معالمها بعد نهوض البيت الأبيض من كابوس هزيمة أفغانستان والفشل الذريع في كل من سوريا والعراق أفادت وسائل أعلى من إسرائيلية بين الأسيرة المعتقل بعد تحرره زكريا زبيدي تلقى العلاج الطبي مرتين منذ إعادة اعتقاله المعلومة نقلها مراسل في القناة الثانية عشرة بحسب ما فهمه من محام الأسير مشيران إلى أن هناك منعا حاليا للقاء بين الأسرة والمحامين وضف المراسل أن هذا المنع قد يستمر خمسة أيام هذا وأمهلت الحركة الأسيرة لاحتلال حتى يوم الجمعة المقبل لتراجع إجاءاته القمعية بحق الأسرة قبل أن تبدأ درابا مفتوحا عن الطعام وبحسب المتحدثة باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرة وشهداء محمد أشقاقي فأن المطلب الأساسي هو عدم تشتيت أسرة حركة الجهاد الإسلامي وتوسيع تركيب الهاتف العمومي وتحسين شروطه عند الأسرة المرضى والأطفال ونساء وشار إلى أن مطالب الحركة الأسيرة خاضعة للحوار بدوره طالب نادي الأسير الفلسطيني اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتحرك العاجل بالكشف عن مصير الأسرة الأربعة المعاد اعتقالهم وطمأنة عائلاتهم وأكد نادي الأسير أن سياسة الاحتلال في حجب المعلومات والتكتم عن أماكن احتجاز الأسرة يثير القلق على مصيرهم مشيرا إلى أن الاحتلال صعد بعد منتصف عام 2019 من عمليات التعذيب الممنهجة خلال الاعتقال والتحقيق هيئة شؤون الأسرة والمحررين كانت قد أكدت أن الأسرة الأربعة المعاد اعتقالهم تعرضوا للضرب المبرح الهيئة فادت أيضا بأن محكمة الاحتلال رفضت الالتماس الذي تقدم به محام الهيئة لسماح الله بزيارة الأسرة الأربعة الذين أعيد اعتقالهم وفي بيان أعربت الهيئة عن قلقها من التعتيم الكبير في قضية الأسرة الأربعة محذرة من أن تنصب ردود الفعل الإسرائيلية أو تنصب ردود الفعل الإسرائيلية على الانتقام منهم والتفرد بهم الهيئة القيادية لأسرة حركة حماس حملت الاحتلال مسؤولية ما يتعرض له الأسرة في ضو إجراءاته القمعية جاء ذلك في مؤتمر صحفي في قطاع غزة دعت فيه العالم إلى تبني هذه القضية إن أسماء وشخصيات ضباط إدارة سجون الاحتلال معروفة لدى الأسرة وبالتالي فإنهم في دائرة الاستهداف المباشر من قبل الأسرة إن الحركة الأسيرة ماضية في الإعداد والاستعداد لخوض معركتهم الاستراتيجية المرتخبة في حال أصرت إدارة السجون على إجراءاتها القمعية قالت حركة حماس إن اتفاق أصل الذي تتمسك به سلطة الفلسطينية لم يجلب سوى النكبات والعار على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وفي بيان أضافت الحركة أن الاتفاق لم يؤسس سوى لمزيد من الاستطان والتهويد وابتلاع الأرض واستهداف الفلسطيني في كل مكان ودعت الفصائل والمكونات الوطنية إلى التنادي لتأليف جبهة وطنية عريضة تنهي حقبة أصل وتركز جهدها تشكيل قيادة وطنية تقود المشروع الوطني الفلسطيني ولفت البيان إلى أن مقاومة الشعب الفلسطيني أثبتت أنها الحارس والأمين على الأرض والإنسان والمقدسات قدم وزير الخارجية الإسرائيلية إيرا لبيد مخططا شاملا لتغيير السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وحماس وفقا لما كشفت عنه وسائل أعلام إسرائيلية الوزير وصف المخطط بأنه تحرك متعدد سنوات للاقتصاد مقابل الأمن محمد أبو عبدالله استعادة البنية التحتية مقابل التهديئة الطويلة الأمد هو العنوان العريض لخطة وزير الخارجية الإسرائيلي تكون فيها الصيغة الأمنية في مرحلة أولى هي الهدوء مقابل الهدوء بحسب الوزير لبيد في المرحلة الأولى يجري وفقا للخطة إصلاح منظومات الكهرباء والغاز والسكن والمواصلات في غزة بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية وبناء منشآت لتحلية المياه وفي مرحلة ثانية يتم تعزيز بناء الميناء وربط المواصلات بالضفة الغربية وهي مرحلة مشروطة بنجاح المرحلة الأولى وفيها يتم وضع خطة منظمة للاقتصاد مقابل الأمن كما استلح على تسميتها لبيد الوزير الإسرائيلي تحدث عن ضغط سيمارسه المجتمع الدولي على حماس للمساعدة في منع تعظمها العسكري مشيرا إلى إنشاء آلية رقابة اقتصادية تمنع تحويل الموارد لتحقيق ذاك الغرض ووفق خطة لبيد تتولى السلطة الفلسطينية الإدارة الاقتصادية والمدنية لقطاع غزة حيث تصبح العامل الرئيسي في العمل مع إسرائيل لدفع مختلف المشاريع قدما على حد قوله وكشف لبيد عن إجرائه محادثات تمهيدية مع مسؤولين في مصر وفي دول خليجية عربية وفي الاتحاد الأوروبي وكذلك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره الروسي سير جلافروف ويقول لبيد إن تلك الأطراف تدرس الفكرة حاليا أما تمويل الاستثمارات فيكون على عاتق الأوروبيين والأمريكيين والصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتلحق بهم دول خليجية عربية على رأسها الإمارات سشد شاب فلسطيني لدى أطلاق قوات الاحتلال النار عليه بذريعة تنفيذ عملية طعن في محطة الحافلات غرب القدس المحتلة وأفق الإعلام الإسرائيلي فإن عملية الطعن أدت إلى إصابة شخصين وعدد آخر بحالة هلع قائد ما يسمى لواء القدس في شرطة الاحتلال تحدث عن حالة تصعيد وقبل ساعات من عملية غرب القدس أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني قرب مستوطنة غوش عتسيون شمالية الخليل بذريعة تنفيذه عملية طعن وقد منع ناصر الاحتلال شبان آخرين من التدخل لإسعاف الشاب الجريح وتراكه ينزف ترجمة نانسي قنقر الناتق باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع قال إن تصعد وطيرة عمليات الطعن في القدس المحتلة يأتي في إطار انتفاضة الحرية التي أطلقها الشعب الفلسطيني للتضامن مع الأسرى الأبطال وقال القانوع أن الأسرى ليسوا ورقة ضعيفة أمام السجان الإسرائيلي ينفرد بهم بل خلفهم شعب بأكمله سيواصل انتفاضة الحرية إسنادهم وإنهاء معاناتهم قالت وسائل علامة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنات التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ في زيارة علنية للمرة الأولى منذ عشر سنوات موقع اي 24 نيوز الإسرائيلي أشار إلى أن المصريين حرصوا على إنجاح الزيارة لافتا إلى أن لقاء تناول قضية التواصل إلى تهديئة في اغطاع غزة وتجنب أي تصعيد جديد إضافة إلى الرغبة المصرية في تقوية السلطة الفلسطينية وفق ما أشار الموقع في موقف لافت نقلت رويترز عن مسؤول خالجي كبير تشكيكه في جدوى الاعتماد على الأمريكيين بعد انسحابهم من أفغانستان والذي وصفه بالمدمر جدا المسؤول الخالجي البارز الذي رفض الكشف عن اسمه قال لرويترز إن هذا الانسحاب يجعلنا نتساءل عما إذا كان بإمكاننا الاعتماد عليها وأضاف لرويترز أن حلفاء واشنطن يرون أن الطريقة التي تأرجحت بها سياستها هي 180 درجة وإشكالية قبل أن يسأل هل يمكننا فعلان الاعتماد على مظلة أمنية أمريكية للسنوات العشرين المقبلة وأضاف أفغانستان زلزال بل زلزال مدمر سيبقى معنا لفترة طويلة جدا جدا قبل أن يتابع قائلا إن حلفاء واشنطن العرب يخشون أن يصبح للمتشددين موطئ قدم في أفغانستان ويوجه الانسحاب الأمريكي رسالة للمتشددين في العالم وفادها أن كل ما عليهم فعله هو مواصلة القتال ومعنا من واشنطن مدير مكتب المايدين منذر سليمان منذر أهلا بك بداية يعني فعلا موقف لافت فعلا هناك تخوف خليجي واضح من إزالة الغطاء الأمريكي التشكيق أيضا في مدى إمكانية الاعتماد على الأمريكيين وكيف يمكن اليوم أن نقرأ هذا الموقف وخالفياته وتداعياته لاحقا يعني بصورة عامة أن تنفك الولايات المتحدة عن الإنفاق العسكري أو حتى الخسائر البشرية والمسؤوليات عموما في منطقة الشرق الأوسط بعد أفغانستان وبعد العراق وبعد تدخلها في أكثر من مكان في العالم العربي واضح أن هذا هو السياق العام الشيء الذي يبدو جديد بعد أفغانستان هو الطريقة التي تمت طريقة درامية بالتأكيد أثارت القلق لدى الخارجيين لذلك بدأت التفسيرات تكون تفسيرات أحيانا مأساوية إلى حد ما بمعنى أنه سيتتركنا أمريكا لمصيرنا منفردين المظلة الحماية الأمريكية هي مظلة ليست مظلة خارجية فقط هي مظلة داخلية بمعنى الاستقرار الداخلي في كل بلد وخاصة موضوع السعودية تحديدا الخشية التي ربما تدور الآن في الخليج هل أن بعض المظاهر من الانسحاب الأمريكي وسحب قطاعات عسكرية هامة ووسائل دفاع جوي وطائرات من السعودية يعني وسحب جنود بعد أن كان ترامب قد زادهم هل هذا يعني أن الولايات المتحدة وعدم زيارة وزير الدفاع بحجة أن عملية الجدول الزمني لم يكن مناسبا هل هي رسائل من الولايات المتحدة بالتحديد نحو السعودية لضرورة إحداث تغييرات هيكلية داخلية على مستوى القيادة نعتقد أن هذه الرسالة غير المعلنة والمخاوف التي تظهر أنه هل أن أمريكا تجري في هذا السياق وهذا السياق على فكرة لنعود إلى ما قاله أوباما أوباما قال للسعوديين عليكم أن تتفاعلوا وتتشاوروا مع جيرانكم ومع خصومكم وكان يقصد الإيرانيين ويقول بأنه لابد لكم من أن تجدوا طريق للتعامل المشترك وإيجاد سيغة للتعايش وفي نفس الوقت أن تهتموا بأوضاعكم الداخلية إدارة بايدن هي بشكل ما امتداد ولكن مع أحداث 11 سبتمبر أيضا الهجمات و15 سعودي والإفراج عن وثيقة سرية لمكتب التحقيق الفيدرالي توجه بعض الاتهامات وإن كان بشكل غير جلي أو قاطع نحو بعض المسؤولين السعوديين الذين تفاعلوا أو تعاملوا أو عملاء للسعودية تعاملوا مع بعض منفزي الهجمات كل هذا المناخ يؤدي إلى الانطباع بأنه هناك خشية من أن تسحب أمريكا مزلتها الأمنية عن هذه الدول وخاصة السعودية نعم منذر ابقى معنا سأعود إليك دافع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن قرار الانسحاب من أفغانستان وكشف بلينكين أمام مجلس النواب الأمريكي أن الرئيس جو بايدن كان أمام خيارين إما إنهاء الحرب أو التصعيد ولم يكن هناك أي دليل على أن بقاء القوات في أفغانستان لمدة أطول ستكون له فائدة مؤكدا أن الانسحاب الطارئ فرضه انهيار قوات أو انهيار قوات الحكومة الأفغانية أمام الطلبان إذن سأعود إليك مدير مكتب الميدين منذر سليمان منذر يعني هي أول جلسة استماع لمسؤول كبير في إدارة جو بايدن أمام الكونغرس لهناقشة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان إذا أردنا أن نحل الكلام بلينكين فعلا هل هناك مصداقية ما هي أهم النقاط التي تناولها في كلمته وما هو موقف الجمهوريين الآن بلينكين وكل الإدارة تضع اللوم على الحكومة الأفغانية السابقة وعلى القوات الأمنية والعسكرية وكان هناك اعتقاد بأنها ستصمت ستة أشهر من الآن وفي أسوأ الاحتمالات لثلاثة أشهر هذا ما قاله بلينكين يعني حاول أن يبرر مسألة الانتقادات للقادة الأمريكيين إن كانوا في البيت الأبيض أو في الخارجية أو في الدفاع ستستمر في الداخل الأمريكي وليس فقط من الجمهوريين الجمهوريين طبعا يستغلون الفرصة ويواجهون الانتقادات لتشجيل مواقف سياسية وتوظيفها في الانتخابات الفرعية القادمة لتقليب الشارع والناخبين ضد هذه القيادة الديمقراطية التي تتهم بأنها تخلت عن مصالح أمريكا ولكن في المقابل هم ينتقدون الإدارة على أنها ساهمت في مجيء وإجلاء حوالي 60 ألف أفغاني إلى 8 قواعد أمريكية يتم الآن محاولة التدقيق في أوراقهم ومنحهم نوع من الإقامة الدائمة لينتقلوا إلى أماكن وهناك اتهامات بأنهم ينقلوا الأمراض ينقلوا كوفيد وهذه الاتهامات من قبل الحزب الجمهوري هي استغلال لموضوع عملية الجلاء بقطع النظر عن الارتباك الذي تم في عملية الإجلاء التي أقدمت عليها القوات الأمريكية إذن هو يحاول التبرير والقول بأنه لا يجب أن نتخلى ويجب أن نقدم بلينكين نقدم مساعدات إنسانية وهو أيضا أصدر موقفا بضرورة تقديم حوالي 68 مليون دولار للمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة كي تساهم في منع حدوث مجاعة أو حدوث انهيار اقتصادي تام معيشي في أفغانستان من واشنطن مدير مكتب المايدين منذر سليمان شكرا جزيلا لك أعلن الأمم العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش الإفراج عن 20 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية في أفغانستان جوتريش دعا دول العالم إلى تقديم المساعدات التي تحتاج إليها أفغانستان بعد عقود من الحرب والمعاناة والعدام الأمن فيها مشددا على أن الأفغان كانوا يواجهون إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم كلام جوتريش جاء خلال مؤتمر المنحين لدعم أفغانستان والذي يسعى لجمع الأموال لتوفير مساعدات غذائية وخدمات صحية أساسية إلى جانب أمور أخرى إلى ذلك أعلن المفاوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليبو جراندي أن زيارته لكابل تأتي تقييم الحاجات الإنسانية الطارئة والوضع في أفغانستان جراندي وفي تغريدة على تويتر عبره عن امتنانه لجميع العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الذين يعملون لتلبية تلك الاحتياجات فاصل ونعود أهلا بكم جد أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة تجسسية مقاتلة من نوع وينغ لونغ 2 وفي تغريدة أشار سريعا طائرة تابعة لسلاح الجو السعودي وهي من صناعة صينية لافتا أن أسقطت بسلاح أو أسقطت بسلاح المناسب أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة كتاف بمحافظة صعدة حيث تم توثيق العملية بعدسة الأعلام الحربي والآن إلى أخبار العراق والاستعدادات للانتخابات البرلمانية في تشرين أول أكتوبر المقبل أعلن رئيس هيئة الحش الشعبي فالح الفياد عودة ثلاثين ألفا عقودهم مفسوخة عقودهم وذلك ضمن تخصيصات الهيئة مشيرا إلى أن البرلمان العراقي لم يخصص أي أموال لهم لحسابات سياسية وأعرب عن أمله في أن تحل الحكومة مشكلة المتبقين من المفسوخة عقودهم اليوم ونحن من موقع الاعتذار لإخواننا المفسوخة عقودهم الذين تأخرنا في حل مشكلتهم هذا المساعي بدأت في زمن الشهيد القائد الحاجة وبمهدي المهندس عندما كنا نسعى لتضمينهم ضمن بقية إخوانهم الذين تم استيعابهم من المفسوخة عقودهم من القوات المسلحة المختلفة ومن وزارة الداخلية والهيئة والحمد لله بسواعد أبنائها وبإمكاناتها الذاتية قدمت عدة مقترحات لحل هذه المشكلة إلى أن وصلنا إلى الصيغة النهائية التي أسهم الأخ السيد رئيس الأركان وأخ السيد مدير المالية في هيئة الحجد الشعبي وبقية كوادر الهيئة في السهر والعمل من أجل إنجازها في أسرع وقت أكد رئيس تلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي أن الحجد الشعبي أحبط المؤامرة الكبرى التي حيكت ضد العراق مشيرا إلى أنه لو لا لتغيرت المنطقة وخلال لقاء متلفز أضاف المالكي أنه يرفض أي محاولة لإضعاف الحجد أو دمجه بالنسبة للحجد لنا معه قصة وللحجد مع العراق قصة لو لا الحجد لكنا في وضع آخر ولولا أن الله سبحانه وتعالى وفقنا لإطلاق الصيحة والدعوة للناس والمواطنين والفصائل والمسلحين أن يذهبوا إلى جبهات القتال لكادت المؤامرة الكبرى التي حيكت ضد العراق لأسقطت كل شيء بل لغيرت المنطقة تماما فجاء الحشد وكانت صرخة الحشد وصولت الحشد إلى جنب أخوانه بالقوات المسلحة هي التي أنقذت العراق وهي التي أثبتت أن الشعب العراقي حي وبإمكانه أن يواجه التحديات الذي أعطى هذا العطاء وقدمها الشهداء وأوقف هذه المؤامرة الكبرى مساهما بقية أخواننا من القوات المسلحة هل من المعقول أن نفرط به ندمجه أو نلغيه أو نضعفه أنا ضد أي محاولة إضعاف حشد أو دمجه بل أنا معه ووقفت إلى جنب القانون الذي يقول أريد الحشد يكون مثل مؤسسة جهاز مكافحة الإرهاب أيضا عندنا مؤسسة الحشد لمكافحة أي طارئ إرهابي قد يتعرضنا بالعراق لذلك أنا أقول لك أرفض أي محاولة لإضعاف الحشد أو دمجه أكد مرشح التيار صدري صفاء تميمي للميادين أن التيار ذهب إلى مرحلة جديدة من مواجهة الفساد تشمل 60 ألف ملف وأشار في لقاء مع الميادين ضمن تغطية عراق الخير إلى أن التظاهرات المطلبية في العراق تمت سرقتها واحد من أهم أهدافنا في المرحلة المقبلة هو التجفيف سجلوها عني تجفيف منابع السلاح المنفلت تجفيف منابع السلاح المنفلت يعني مو حصر السلاح ولا ضبط السلاح تجفيف منابع حصول غير المنضبطين على السلاح بل حصول غير الحكومة يعني أستطيع أن أسميهم غير رسميين على السلاح أكبر عدد المقاعد في المرحلة المقبلة مشيئة الله عز وجل سيكون أكبر عدد من المقاعد لكن أكبر شيعية على الأقل داخل بيئة الشيعية ونحن ذاهبون إلى تشكيل الحكومة من؟ الكتلة الصدرية التميم يكد أن المجال الآن هو للديبلوماسية العراقية لتنفيذ قرار إنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق وضف أن تيار سيسعى أن يكون للعراق قراره السياسي والسهدية الاتفاقية الأمنية التي عقدتها الحكومة مع جانب الاحتلال الأمريكي في العراق كان إنه موقف وكان إنه كان صدرين رافضين لا مو بس رافضين وأثار وضج في مجلس النواب وارتفعت أصواتهم وأيادهم على الطاولات المجلس النواب وفعلوا كل ما بإمكانهم حتى يعرقلون هذه الاتفاقية الأمنية ولكن للأسف مضت الاتفاقية الأمنية رأينا واضح وصريح المجال الآن يترك للدبلوماسية العراقية في إكمال القرار الذي أصدر مجلس النواب العراق الذي قادته سائرون كتلة سائرون النيابية في إنهاء مهمة قوة الاحتلال الأمريكي وخروجها من العراق طلب مجلس الوزراء العراقي من اللجنة الأمنية العليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية عصى الذاكرة الخاصة بنتائج العملية الانتخابية وجاء في بيان الأمانة العامة للمجلس أنه طلب من اللجنة تأمين نقلها من مراكز الاقتراع إلى المكتب الوطني في بغداد بأسرع وقت ممكن لضمان إعلان نتائج الأولية للانتخابات بعد 24 ساعة من انتهاء عملية الاقتراع تضمن التوجيه ربط المكاتب الانتخابية ومراكز التسجيل والاقتراع والمخازن وفرق الصيانة بالمكتب الوطني في بغداد بشبكة اتصال لاسلكية هذا إضافة إلى غيرها من القرارات أعلنت وزارة الداخلية العراقية تكلف دوريات أمنية لحماية الحملات الانتخابية ورصد أي خروقات تطال ملساقات المرشحين وأكدت الوزارة أن مجلس القضاء العراقي شدد على محاسبة ما يقوم بتمزيق الملساقات والدعايات الانتخابية وفق أحكام قانوني الانتخابات والعقوبات ولفتت الوزارة إلى ضرورة وضع الملساقات والدعايات في الأماكن المخصصة لها من دون التجاوز على الممتلكات الخاصة والعامة دخل الجيش السوري بلدة اليادودة شمال غربي درع ضمن اتفاق تسوية جديد الاتفاق تضمن تسوية أوضاع نحو 200 شخص وتسلم عشرات البنادق والقوادف والقذائف المتوسطة وتفعيل مؤسسات الدولة محمد الخضر بلدة اليادودة إلى الشمال الغربي من درع على طريق التسوية من جديد اتفاق يلي اتفاق التسوية في أحياء درع البلد ويزيد من مساحة الأمان في منطقة تفتح الطريقة باتجاه مزيريب وطفس شمالا وتل شهاب غربا والحدود السورية الأردنية جنوبا طبعا ان شاء الله تعالى كل ريف درع بنفس قرية اليادودة بوابة محافظة درع فبالتالي أخي والله ما بوجد فيها إلا كل الخير والطمأنينة والبركة بشعبها الخطوط العريضة للاتفاق تشبه ما جرى من اتفاقات في مناطق أخرى من درع تسوية أوضاع الشبان من عسكريين ومدنيين تأخر عن خدمة العلم واستلام أسلحة خفيفة ومتوسطة وتنشيط عودة مؤسسات الدولة وخصوصا البلدية والخدمات الصحية والتعليمية إلى هذه البلدة الحيوية بموقعها تأجت الشباب وعملوا تسويات وان شاء الله نأمل من الله الخير لها المواطن لكرامة المواطن بهمنا كرامة المواطن احنا والدولة وكل الناس احنا بس عشنا بكرامة امورنا بخير مية بالمية اثنين احنا بدنا كرامة المواطن على الحاجز وبالدائرة الحكومية وبالبلدية وبين من كان يكون رافع رأسه المواطن السوري موسهل خطوة اخرى على طريق معالجة ثغارات كبيرة في التسوية السابقة قبل ثلاث سنوات وانعاش مناخات الامان والاستقرار في الجنوب السوري باسره محمد الخضر من اليدودة في ريف درعا الميادين قال الرئيس اللبناني مشال عون ان القوى السياسية امام مسؤولية وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها وعقدت الحكومة اللبنانية جلستها الاولى في قصر بعبده والتي شهدت تأليف لجنة وزارية لسياغة البيان الوزري احمد عبدالله هو اول اجتماع للحكومة اللبنانية بكامل تشكيلتها بعد تأليفها اثر فراغ حكومي استمر ثلاثة عشر شهرا صورة تذكرية تقليدية لأعضاء الحكومة الجديدة سبقت عقاد الجلسة في الاجتماع وزراء يتعرفون الى بعضهم البعض للمرة الاولى خصوصا انهم سيتعاملون سويا لمواجهة تحديات يعرفون جيدا انها لن تكون سهلة على الاطلاق فالحكومة اتت في فترة تتفاقم فيها الاوضاع اقتصاديا ماليا نقديا اجتماعيا وتتراجع الظروف المعيشية للمواطنين الى مستويات غير مسبوقة الرئيس اللبناني ميشيل عون رأى ان المطلوب ايجاد الحلول العاجلة مطالبا الوزراء بالاقلال من الكلام والاكثر من العمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اقر انه لا يملك عصا سحرية مؤكدا ان الحكومة ستنكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف اذلال الناس اما اهم ما خرجت به الجلسة الاولى فهو تشكيل لجنة لسياغة البيان الوزرية قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة سياغة مسودة البيان الوزاري برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والطاقة والمالية والثقافة والداخلية والتنمية الإدارية والإعلام والتربية والعمل والزراعة اكتار ما هيك؟ لا وبعدين مفتوحة اللي بيحب ينضم اللجنة الوزرية بدأت على الفور أولى اجتماعاتها في السرايا الحكومية اجتماع جرت خلاله مناقشة مسودة البيان بشكل كامل مع وضع بعض الملاحظات وبينما رأى وزير العمل مصطفى بيرم أن الحكومة ستأتي بلغة جديدة لمخاطبة الناس اعتبر وزير الزراعة عباس الحشحسن أن البيان الوزرية سيحاكم موضوع الكهرباء والدعم وكل ما طلب به الناس في الشارع بعد تأليف الحكومة اللبنانية بدأ فصل نيل الثقة مرحلة تتطلب أعداد بيان وزري تنال الحكومة ثقة مجلس النواب على أساسه بيان يضع الإطار العام لعملها في مواجهة التحديات الأساسية وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية أحمد عبدالله قصرب عبد الميادين قال الأمين العام للاتحاد العام تنسي للشغل نور الدين الطبوب إن أهدار فرص تغيير وأصلاح البلاد تجلى في عدم مكافحة الفساد بوضوح وشفافية وضف أن الاتحاد لا يعرض رؤية الرئاسة إن كانت أهدافها واضحة مشيرا إلى أنه بمنأة عن المنافسة في الترشح للانتخابات الرئاسية والتشرعية لافتا إلى أن الاتحاد سيقف إلى جانب كل سلطة ترغب في حكم البلاد ولكنه ليس حطبا للمعارك وفق تعبيره قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن طهران ترحب منفاوضات ناوية تحقق نتائج ملموسة وتضمن حقوق الشعب الإيراني كان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة قد شدد على أن أمريكا هي التي انتهكت الاتفاق النووي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تغادر طاولة المفاوضة ولا الاتفاق النووي أمريكا هي من انتهكت الاتفاق النووي قرار إيران بموصلة محادثات بيانا قائم والحكومة الجديدة أعلنت عزمها على استكمالها ولكن نتوقع من الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي أن تكون واقعية إيران لا ترى مصالح شعبها في أي اتفاق أقل من الاتفاق النووي وعلى أمريكا أن تعلم أنها هي من انسحب من الاتفاق وهي من تشن الحرب الاقتصادية على الشعب الإيراني وحتى اليوم لم تغير سلوكها السابق دعت الخارجية الروسية جميع أطراف الاتفاق النووي ولسيما إيران والولايات المتحدة للعودة إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على أساس التفاهمات الأخيرة المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زغاروفا أشار طيلان أقصر طريق لإحياء الصفقة هو العودة المتزامنة لواشنطن وطهران إلى تنفيذ التزاماتهما المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة أعلن متحف القرار الثقافي في قطاع غزة عن أول إنتاج فني تراثي لفرقة كرال من الأطفال لغناء الأهازيج الفلسطينية والعصف على آلات موسيقية مختلفة كالعود والطبلة والشباب بهدف الحفاظ على الهوية الفلسطينية عبد الكريم عودة موسيقى نحن هنا في فرقة الكرال بأسس الأطفال على الأغاني التراثية عشان نوصل صورة للعالم إنه تراثنا وهويتنا محفوظة بأدربهم على الأغاني التراثية مثل أغنية يا وين عرام الله يا زريف الطول يا زرعين السمسم بنروح على أجدادنا الكبار بالمنطقة بمنطقة القرارة عساس إنه نحن نجيب الأغاني القديمة اللي كانوا غنوها في الزمنات ونلحنها لحنة جديدة نغنيها نحييها تاني موسيقى يا زريف الطول وقف لي أقول لك رائعا الغربة ومنالك أحتل لك خايف يا زريف الطول ودت ملاك والعاشر الغير ودتاني أنا ويا زريف الطول يا سن الضحو كل رعبي في دلال مكوابه ويا زريف الطول ومن غر أبوك الشعر ياسي شاب والدهر نحنى الهدف من تأسيس فرقة الكرال إنه إحنا بدنا نعزز الثقافة الفلسطينية والأهزيج الفلسطينية والتراث الفلسطيني عند الأطفال لأنه إحنا الحرب اللي بيننا وبين بين إسرائيل هي مش حرب سياسية فقط صارت الحين حرب ثقافية توب الفلسطيني بنسبوه إلهم فترة من الفترات الأكلات الفلسطينية صاروا ينسبوها إلهم لما تيجي إسرائيل لأنه تقول إنه الأغاني هادئ إلنا طفل بكون واعي ومدرك الوضع اللي هو فيه فبقول لأ إنه إحنا الأهزيج هادئ إلنا الأغاني هادئ إلنا التراث هادئ إلنا بسك تيجي حارتنا يا عيوني وتلفت حوالينا الله الله مبسوطة كتير إنه بفرقة كرال المتحف إنه بحفظ أغاني تراثية بطمح لما أكبر أوقف على دار الأبر العالمي ونغنى تراث فلسطيني ويعرف كل الناس إنه هذا تراثنا وهويتنا إلى العنويد الأمريكي الآن ليس في وضع يمكنه أن يقوم بقصف ناقلة أو مصادرة ناقلة لأنه يعرف أن هناك ودات فعل ستحصل من جهة السيد نصر الله يعلن وصول السفينة الإيرانية الأولى إلى بنياسة سورية لنقل المحروقات إلى لبنان ويؤكد أن معادلة الردع هي التي حمت الباخرة ويقول للأمريكيين مؤامراتكم ستفشل وستخب مجددا والمعادلة الذهبية هي التي تحفظ لبنان ويؤكد أن لعملية نفق الحرية دلالات كبيرة في الإبداع وتصميم على الحرية الحركة الأسيرة في فلسطين تقرر تصعيد في مواجهة ممارسات المحتل وتعلن أضرابا مفتوحا عن الطعام لمئات الأسرى بدءا من الجمعة رويترز عن مسؤول خليجي كبير الانسحاب من أفغانستان مدمر ويثير تساؤلات بشأن جدوى الاعتماد على الأمريكيين وسياسة واشنطن متأرجحة واشكالية المزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات المايدين على الانترنت المايدين دوت نت باللغة العربية الإنجليزية والإسبانية في أمان الله اشتركوا في القناة